سبع الخير مستمعيني الكرام تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم برنامج غيف الصباح أسعد فيه باستضافة المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد سوهلية سبع الخير دكتور شكرا لتلبية الدعوة سبع الخير أحمد سوهلية شكرا للاستضافة تحية لك ولكل المستمعي الإذاعة الوطنية دكتور أحمد سوهلية بكل تأكيد تبعتم النقاش حول مشروع قانون المالية سنة 2022 على مستوى قوبة البرلمان النقاش كان جدا أكثر جرأة أكثر مسؤولية أيضا النواب تتلقوا إلى كل القضايا ذات الاهتمام ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية أيضا التحدي الذي ينتظر بلادنا الآن هو أن تتبنى أجندة تنموية تعتمد على بناء وتقوية قاعدة انتاجية تقوم على قطاع الزراعة والصناعة وتحرير أيضا أنشطة الانتاج والتوزيع في هذين القطاعين من سيطرة البيروقراطية حتى نحقق إيجابية هل باعتقادك التحفيزات التي تضمنها مشروع قانون مالية لسنة 2022 كفيلة بتحقيق هذه الأهداف نعم شكرا لكم متجدد على الاستضافة اليوم النقاش على قانون مالية ومن خلال المؤسسات تشريعية الجديدة يضفي أكثر طابعية وتشاور أكبر مع شركاء السياسيين للحكومة من أجل إيجاد ميكانيزمات جديدة وخاصة كسياسة مالية في قانون مالية من خلال إجراءات ومنح مزايا مختلفة لمختلف المستثمرين كانوا صغارا بسياغ المؤسسة صغيرة متوسطة أو بسياغ أخرى للاستثمارات الأخرى في الغطاعة الانتاجية هذا ما يجعل من مسؤولية الآن مؤسسة تشريعية وحريتها في إبداء الرأي والتخوفات المختلفة وهي قد تكون مشروعة أحيانا وليس إشكال في أن يكون هناك تجاذب في الرؤى حول الميكانيزمات الأكثر فعالة والأكثر نجعة لإيجاد إنتاجية أكثر في القطاعات الأخرى لسيما أن الجزائر تزخر بمقدرات طبيعية كبيرة متنوعة في مختلف القطاعات سواء كانت زراعة فلاحة سياحة صناعة تجارة مناجم وغيرها وهذا ما يجعل من هذه المؤسسة تأخذ زمام الأمور خاصة في الإجراءات التشريعية سواء كانت مالية ومقبلون أيضا على قانون الاستثمار وأيضا مقبلون على نقاش قد يكون حاد في هذا الجانب من أجل أن جد على الأقل مناخ يساعد الجميع وخاصة أنه اليوم في قانون مالية تم منح كثير من المزايا الضريبية والمزايا الجبائية لصالح المؤسسات ما يجعلها أكثر نجعة وأكثر مرونة إضافة إلى ما يمكن أن يحتويه قانون الاستثمار القاتل قانون مالية سنة 2022 يتوقع مشروع القانون هو سيتم المصدقة ستة من المصدقة عليه يوم الأربع المقبل على مستوى الغرفة السفلة للبرلمان قلت أن مشروع القانون يتوقع نسبة نمو بالنسبة تقارب الأربعة بالمئات لا تفاصل ثمية بالمئة خارج المحروقات رئيس الجمهورية سيد عبد النجيد تبون كان قد شدد في أكثر من مناسبة على تجسيد نموذج اقتصادي في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني وإصلاحه هيكليا ما هي أساسية هذه السياسة التنموية الجديدة التي تسمح بتحقيق نمو تدريجي للقيم المضافة لمختلف الغطاعات باتجاه المستويات المستهدفة بالذات لأن اليوم السياسات التنموية تبنى على أساس لأي اقتصاد تبنى على أساس المقدرات التي يمتلكها هذا البلد اليوم جزائر تمتلكهم المقدرات فلاحية صناعية وغيرها من القطاعات الانتاجية الأخرى تجعل مننا أننا نهتم كثيرا بسياسات التنمية الاقتصادية المتعلقة أساسا سواء بكثافة العمل أو بسياسات على أقل بداية من إحلال الواردات ثم ذهابا إلى سياسات التصادرات خارج قطاع المحروقات لتكون هناك مرافقة لهذا القطاع الذي يقاوم والذي اليوم يتوسع في المجالات الأخرى وخاصة أننا اليوم هذا المورد أو الأمن الطاقوي المهم الذي تسعى إليه كثير من البدن وهو تحدي كبير وعاقبة كبيرة أمام السياسات التنموية فاليوم لا يمكن أي صناعة أن تكون بدون طاقات وبدون محروقات وبدون ما يعرف بالمورد الطاقوي الآمن اليوم هذه السياسات التي هي في بداية الأمر هي إحلال الواردات المتعلقة أساسا على أقل في القطاعات الإنتاجية والتي تمتلك أمن غذائي وخاصة في الغذاء اليوم وسيد الوزير الأول شدد من خلال قبة البرلمان على إشكالية الفلاحة ويمكن أن الجزائر كانت في سابق الزمان كانت تغطي احتياجات كل أوروبا من الغذاء فاليوم من العيب ومن العار أنك تستورد المنتوج الفلاحي أو الأمن الغذائي التعك فكان بالإمكان أن الجزائر أن تكون رائدة في مجال الفلاحة على أقل بداية من إحلال الواردات ثم إلى سياسة تنموية التي هي صادرات خارج قطاع المحروقات لكن هذا لا يتأتى إلا بالإرادة أولا ثم العائق الأكبر هو المورد الطاقوي وما يتمتلكه الجزائر من أريحية في هذا المجال هذا ما يجعل من الأشياء الأخرى ما هي إلا مجرد إجراءات وتحفيزات وخاصة ما منحه قانون المالية وغير من التشريعات الأخرى في المزايا الضريبية المزايا الجبائية من أجل أن تكون هناك مؤسسات إنتاجية حقيقية تخلق الثروة وتنوع حتى في المناطق لأن اليوم جزائر بشاعة مساحتها يمكن أن نخلق ثروات متعددة في المناطق حسب خصوصية أكيد تلك المناطق سواء كانت سحراوية أو في مجال السهوب أو في مجال الساحل وما يمكن أن نخلقه من ثروة متنوعة للبلاد نعم ولكن تبقى دائماً مسألة الميكانيزمات هي من بين القضايا المطروحة بشدة من بين مواد التي أثارت النقاش على مستوى غرفة البرلمان المادة 187 التي أثارت الجدل على مستوى النواب لكون معلقين على ذلك أنها غير واضحة فيها الكثير من الضبابية غير أن الوزير الأول فندى كل تلك الإشاعات أو سوء الفهم أنتم كخبراء ترون أن المضي في إجراء التحول الاقتصادي لفك الارتباط الاقتصاد بالنفط يتطلب إعادة النظر في هذا العقد في العقد الاجتماعي الذي تبنته الدولة مع المواطنين في السنوات الماضية والذي اعتمد على تقديم إعانات اجتماعية سخية وكانت أيضا مطالب ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيها الآن هناك ترجمة حقيقية لهذه الإرادة والتوجه نحو مراجعة سياسة الدعم من الدعم الشمولي إلى الدعم الموجه ما هو التصور الذي تقترحونه دكتور والذي ترون أنه الأصوب لتحقيق النجاعة في سياسة الدعم الاجتماعي نعم أعتقد أن سياسة الدعم الاجتماعي هو أمر دستوري نص عليه دستور جزائري ولا يمكن لأي أحد أن يمس هذا الأمر لكن تبقى الإجراءات والكيفيات التي تختلف فيها فأعتقد أن الحكومة بإقرارها في قانون المالية بالتوجه نحو الدعم الموجه والدعم المباشر لمستحقه دون أن يكون هناك دعم شامل وغير مباشر الفكرة أعتقد أن اتفق فيها الجميع يعني سواء كانت كتل سياسية أو شركاء اجتماعيين أو حكومة أو حتى فئات معنية التي هي متوسطة والفئات المريحة نوعاً ما في أجورها الجميع متفق على أن هذا الدعم يشمل الجميع الآن نتاجه إلى دعم مباشر دعم وجه لفئات مستحقة له هذا ما يجعل من أننا نرتقي بالطبقة الضعيفة الطبقة المحتاجة طبقة معوزة إلى طبقة متوسطة ويمكن الاتقاء بطبقة متوسطة إلى طبقة نوعاً ما أفضل مما كانت عليه لكن الفكرة يتفق عليها الجميع الاختلاف أين يكمن وهو لا إشكال الاختلاف يكمن في الإجراءات في الميكانيزمات التي تجعل من هذا التوجه أن يكون غير شامل للجميع ولكن هذا الإجراء أو تلك الإجراءات المتخذة من أجل هذا الشيء يمكن أن ناس الدوزر الأول يريد مرونة وإضفاء مرونة على هذه الإجراءات كي لا يتكون هناك ضغط عليها لأنها قد تختلف الإجراءات من سنة إلى أخرى قد تختلف من مكان إلى مكان قد تختلف من فئة إلى فئة هذا ما جعل من السيد وزير أنه يطمئن الكتل السياسي الموجودة في قبة البرنامان حول هذه الإجراءات أنه لا يجب الضغط على الحكومة بتلك الإجراءات المحددة بالذات الآن من أجل هذه المرونة الوزير الأول يريد أن يعطي أكثر حيوية لتلك القطاعات أعتقد أن الإجراءات قد تكون من خلال الدفع النقدي المباشر لهذه الأسر المحتاجة سواء كانت من خلال الأجور سواء كانت خلال الفئات أو المنح الموجهة لتلك الأسر سواء كانت منح اجتماعية وهذا ما يجعل مننا أن سنرفع الدعم أو سترفع الدولة يدها عن مجموعة السلع والخدمة التي كانت مقننة أو كانت مسقفة تلك الأسعار التي كانت مسقفة وبالتالي سنشهد أسعار حقيقية لمختلف المواد هذا ما يجعل مننا الفئة المتوسطة والفئة المريحة نوعا ما في أجورها يعني تقتني تلك السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية وليس بأسعارها المدعمة في حين يتم توجيه هذا المبلغ إلى مستحقه الحقيقيين تقول أن هناك زيادة ربما في الأجور أيضا ارتفاع في قيمة الدينار سيصاحب كل ذلك نعم أكيد سيتم توجيه هذه المبالغ إلى مستحقها مباشرة من خلال دفع نقدي مباشر لتلك الأسر سواء كانت في الأوجوز سواء كانت مينح سواء كانت في الفئات الاجتماعية المتعلقة بها كالمحرومين كمعادمين الأجر أو غيرهم يعني لما عندها مش أجر إذن في الأخير معناها أن هذا الدعم سيكون مباشر معناها أن ستكون أسعار حقيقية ستكون هناك قدرة شرائية أفضل وستكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الدخول الفردية لكن هذا لا يتأتى إلا بإجراءات يجب أن تكون مرينة ولا يجب أن تكون محددة بالذات كيفية الإجراءات وهذا الذي هو تخوف مشروع على كل حال حتى لدى البرلمان من أن الإجراءات قد تكون فيها مسؤولية لا بد أن تكون هناك رقمانة لا بد أن تكون هناك قاعدة معطيات تبني عليها الحكوم لكن أعتقد أن الحكومة أيضا إجراءها أو طلبها لمرونة هذه الإجراءات هو أيضا شرعي وهو أيضا منطقي لأنه في ظل غياب قاعدة معطيات ومنظومة إحصائية وفي ظل المنظومة جديدة للإحصاء لكن دعنا نقفل أنه حتى البرلمان هو الآن قوة اقتراح حقيقية وبإمكانه هو اقتراح الآليات والميكانيزمات التي يرىها لأن المسؤولية ليست مسؤولية الدولة وحدها وإنما مسؤولية الجميع نعم هي مسؤولية مشتركة لأنها حتى سيد الوزير أول طبعا للكتلسيسية من خلال أنه سيكون هناك شراكة كان يجب أن يتجه حولا ما هي الآليات والميكانيزمات على أن يكون تحميل المسؤولية للحب بالضبط أن اليوم سيد وزير أول تكلم على أن تكون هناك مرافقة في تحديد هذه الإجراءات ولن تكون الحكومة وحدها في ذلك مما يجعل المسؤولية مشتركة بين الجميع وخاصة أيضا ما ننسوش ليس فقط البرلمان هناك جبهة اجتماعية هناك شركة نقابات جمعيات يمكن أنها شريك اجتماعي قريب أكثر للفئات المحتاجة أكثر من الجهات الأخرى وبالتالي لما تكون هناك شراكة لما يكون هناك حوار الأساس هو في الحوار فقط لا يمكن لقانون مالي أن يحتوي على تلك الإجراءات والتفصيلات الكثيرة لهذا الإجراء الوزير الأول أعلن أيضا على أنه بداية من جنبير القادم ستجري الجزائر إحصاء اقتصادي عام ماذا يفهم من هذا الإحصاء وهل بإمكانه أن يوفر لوحة قيادة حقيقية حول احتياجات البلاد وأيضا من أين تنطلق في التنمية الاقتصادية أعتقد أن جزائر تفتقد إلى منظومة إحصائية حقيقية في ظل تراكم وفي ظل تركة ثقيلة لإحصائيات غير دقيقة غير واقعية وعنما الآن جزائر لما نتكلم على منظومة إحصائية جديدة في ظل إنشاء مجلس جديد للإحصاء وديوان وطني للإحصاء تسعى إلى خلق منظومة تعنى بكل الأرقام الحقيقية للبلاد ابتداء من التعداد السكاني وتوجهاته وتوجهات في المناطق وحتى كل معلومة إحصائية في الشغل في البطالة في الناتج الداخلي الخام في مؤشرات المؤشرات الاجتماعية في الدخول وغيرها وبالتالي كل معلومة مهمة في الإحصاء تجعل من أي سياسة كانت سواء كانت سياسة اجتماعية أو سياسة اقتصادية تكون ناجعة وحقيقية حتى أنه لما يتم توجيه إليها مخصصات مالية تكون هناك نجاعة في تلك المرافق العمومية التي تم إنشائها على أساس حقيقي على أساس إنشاء استراتيجيات حقيقية تعنى بالواقع وليست أن تكون هناك أرقام تغلط السياسات المختلفة وبالتالي فمنظومة إحصائية مرافقة للسياسات التنموية سواء كانت اجتماعية واقتصادية هي من الضرورة بمكانه هذا ما أعتقد ما تسعى إليه السلطات من أن تنشئ منظومة مبنية على قواعد وأسس صحيحة لتكون لدينا بنك معلومات صحيح نعم دكتور أحمد سوهلية طبقة الهشة تأثرت طبقة متوسطة أيضا وحتى رجال المال والأعمال تأثروا من تدعية كوفيد-19 هل برأيك التدبيل التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2022 ستسمح بوحو هذه الأثار بصفة كلية أو بصفة تدريجية؟ أثار شيحة كورونا كانت على كل اقتصادية العالم وحتى أثارها والموجات القادمة حتى التخوف في حذ ذاته قد يثير بعض الهلاء وقد يثير بعض الاضطرابات للأفراد والمؤسسات وليس للأفراد على حدة فقط فتلك الآثار ولو كانت معنوية تؤثر خاصة على الجانب الاقتصادي المتعلق بالخدمات المتعلق بالتجارة بالسياحة وغيرها من القطاعات ولعل بعض القطاعات تأثرت كثيرا بفعل هذه الجائحة وما زالت حتى الإجراءات الصحية المتخذة في بعض البلدان تروح وجي أحيانا تعود ترجع الإجراءات الصحية ما يجعل من القلق ومن معامل أو مؤشرات النمو الاقتصادي أنها تتقلب بتلك التقلبات فالجزائر ليست معزولة عن العالم اليوم الموجة الرابعة وسيد وزير الصحة يتكلم عن موجة رابعة قد تكون في الجزائر يجعل من الاضطراب الاقتصادي موجود وبالتالي فأعتقد أن الإجراءات الحكومية المتخذة سابقا في الحفاظ على مناصب شغل في الحفاظ على القطاعات الانتاجية على الأقل أن قطاع الصناعي القطاع الفلاحي وبعض القطاعات غير معنية بتلك الإجراءات لكن هناك قطاعات أخرى متأثرة اليوم نتكلم على قطاع النقل نتكلم على النقل بكل أنواع وعلى كل حال نتكلم على قطاع الخدمات قطاع التجارة الذي يتأثر خاصة في ظل إجراءات صحية فاليوم الحذر مطلوب الحذر واجب من أن تكون هناك على الأقل حفاظ على مناصب شغل حفاظ على قدرة للمؤسسات الانتاجية من أجل مواصلة نشاطها لأن تلك المؤسسات ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة من خلال تأجيل دفع الغرامات ومن خلال تأجيل العقوبات المالية المختلفة لمختلف مؤسسات إلا أنه وجب أيضا على المؤسسات أن تقاوم لأن منافقة الدولة لوحدها لا تكفي لذي يجب أن تكون هناك إرادة للمؤسسات الاقتصادية من أجل المحافظة على بقائها الاقتصادي ومن أجل خلق ثروة للبلاد اليوم تلك الإجراءات آثارها على الأفراد وعلى الدولة على سواء تضام الأفراد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات الخاصة من أجل البقاء من أجل مقاومة هذا الوباء الذي نتمنى في القريب أن ينتظر ونرجع إلى ما كان عليه اقتصاد البلد مشروع قانون المالية سنة 2022 لم ينص صراحة على إحداث مناصب الشغل المباشرة وإنما نص على التوجه إلى عالم المال عالم المقاولاتية وركز كثيرا على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كيف يمكن توسيع النسيج الاقتصادي في بلادنا وهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على قيادة نموذج اقتصادي جديد أعتقد أن اليوم اقتصاد العلماء وفتح الأسواق وفي ظل استعمال التكنولوجيات الواسعة للاستعمال والمقاربة الدق والصحيحة التي تستعملها اليوم العالم هي استعمال المؤسسات معرف بعموم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل أنواعها سواء كانت مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة يعني لموان تربريز لميكرو انتربريز وغيرها فهذه المقاربة لماذا كثير من الدول تستعملها لأن هناك خواص مميزة لهذه المؤسسات سواء مرونتها وتكيفها مع المتغيرات الداخلية الاقتصادية أو الخارجية لها هذا ما يجعل من هذه المقاربة أنها تكون أقوى وأكثر نشعة في الاقتصاد وخاصة في التنوع الاقتصادي لأن اليوم يكمل لهذه المؤسسات الموجودة لدى الكثير من الدول أيضا يمكن وجودها في القطعات الانتاجية وتنوعها لأنه ناتج داخلي الخام وأيضا في خلقها لمناصب شغل في المناطق البعيدة في المناطق النائية في المناطق التي لا يمكن أو أحيانا لا يمكن أن يصلها بعض التنمية وبالتالي فأعتقد أن هذه المقاربة اليوم التي تعتمد عليها كثير من الدول مميزاتها خاصة استيكاة المؤسسة بساطة تمويلها حجمها الصغير استعمال مهارات فنها في الانتاج وفي مقاومتها لوجودها اشرافها على نفسها بالعمل هرمها البسيط في التسيير يجعل منها تكون نجاعة اقتصادية وهو ما استعمله كثير من الدول اليوم نتكلم عن نموذج إيطالي أو نموذج أمريكي في هذه المؤسسات كيف يمكن استفادة منه لأنه الرئيس الجمهورية يستهدف إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ذلك من برنامجه هل يحتاج إلى بيئة أم إلى رأس مال هو يحتاج إلى مرافقة وحماية مرافقة من الدولة من خلال تسهيلات وخاصة في جانب القروض حتى وإن كان لا تحتاج إلى تمويلات كبيرة ولا تحتاج إلى عقار صناعي كبير لكن تحتاج إلى فقط مرافقة من أجل إنشاءها من أجل بساطة تمويلها لكن بالمقابل أيضا حماية فلا يمكن أن نتوجه إلى سياسات تنموية إحلال واردات ثم نقوم بالاستيراد لا يمكن أن ننشئ مجموعة من المؤسسات ونحاول لا نحميها من الأسواق الخارجية في ظل أيضا مثلا في الأسواق الخارجية المفتوحة اليوم التي افتحناها مع الشراكاء الإفريقيين أو الأوروبيين هي من أجل تسويق تلك المنتوجات لأن تحديات هذه المؤسسات هو التسويق هو عدم وجود معطيات المعنوات الإحصائية أو المرافقة للسياسات الاقتصادية الموجودة بالبلد لكن لما تكون هناك مرافقة للدولة في تصديرها أو في حماية منتوجها أو للبحث لها عن أسواق إضافية وتسويق منتوجها وقتها يمكن هذه المؤسسات أن تنجح بقوة خاصة وأنها تخلق ولو فرص شغل بسيطة إلا أنها في حدود عشر مناصب عشرين منصب شغل لكنها بكمها الهائل يمكن أنها تخلق فارق مهم جدا فاليوم نتكلم على الجانب الإيطالي نتكلم على ستة سبعة مليون مؤسسة غنمتوسطة بالمقابل الجزائر تحوز على مليون واحد فاصل اثنين مليون فقط مؤسسة غنمتوسطة وهو رقم بسيط جدا في حين أن الدول المتقدمة اليوم تملك مؤسسات واسعة ونسيج اقتصادي متكامل ما معنى متكامل؟ معنى أنها لا يجب أن نوجه هذه المؤسسات إلى قطع انتاجي واحد والخدمات فقط لأن الجزائر اليوم تحوز على حوالي ستنب الميان من هذه المؤسسات في الخدمات الآن وجب توجيه هذه المؤسسات أيضا القطعات الانتاجية لهم قطع الفلاحي وقطع الصين حتى قطع الخدمات فيه ما يقال يعني لو نبحث في النوعية هو تقريبا في قطع النقل وبلوعية وخدمات؟ بالذات معنى الآن اليوم هناك دراسات هناك استشترافات هناك صادرات هناك فلاحة هناك صناعة هناك مناجم هناك قطاعات انتاجية مهمة يمكن أن تكون فيها تلك المقاربة التي هي مؤسسات صغيرة متوسطة ومسغرة ناشئة مما يخلق فرص عمل للشباب مباشرة ويشرفون عليها بأنفسهم بكيفيتهم فقط الدولة تكون مرافقة لهم وحماية لهم من الاستيراد حماية لهم من الأسواق الخارجية ومن التكتلات الخارجية لأن اليوم شراكات الدولة مع شراكاء وتنويع شراكاء والخروج من النفوذ التقليدي للجزائر لدول تعتبر نفسها النافذة في الجزائر اليوم الخروج إلى هذه الشراكات هو رسالة واضحة أن الأسواق مفتوحة أن يمكن لهذه المؤسسات الولوج لأي سوق كان فقط أن تتجه أيضا وهذه ملاحظة أيضا مهمة هذه المؤسسات يجب أن تتجه إلى الانتاجية الفعالة أن تتجه إلى المنتوجات ذات الفعالة وذات الجودة أحيانا تكون ذات طابع التقليدي بسيط لا يرقى إلى مستوى التصدير لا يرقى إلى مستوى التنفس هنا ربما تبرز أهمية الإحصاء لتوفير لوحة قيادة لجميع القطاعات دكتور سوليا بالضبط الآن لابد للدولة وهذه من الإجراءات المرافقة أن تكون لديها لوحة قيادة أن تكون لديها طابلو دبور معلومة أو بيانات أو قاعدة بيانات واضحة في كل الإجراءات في صادرات في التسويق تبني عليها سياسة أكثر متانا الجبائي أيضا بين الأهداف التي يطمح إليها مشروع قانون مالية سنة 2022 تحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا ولكن دائما نتحدث عن الأليات دكتور أحمد سوليا لأنه هناك بعض العفاءات الضريبية أو توسيع القاعدة الضريبية ولكن أسئل فهم أيضا فيها توسيع القاعدة الضريبية هو إجراء اقتصادي منفروض أن يكون واسع الاستعمال لماذا؟ لأنه عيوض أن تكون هناك ضرائب قاتلة للاقتصاد أو قاتل للمؤسسة الاقتصادية والناتج داخلي الخام وجب تبسيط الضريبة بالمقابل توسيع المساحة الضريبية بإجراءات الاستثمارية الواسعة الاستثمار اليوم لما نتكلموا على جاذبية الاستثمار في الجزائر لا أعلم من الذي يعيق الاستثمار في الجزائر هل هو تشريع؟ هل هو إرادة سياسية متجددة؟ وكل مرة صدر الجمهورية يسر على استثمار ويسر على فتح المجال لرجال مال والأعمال من أجل الاستثمار وخاصة في القطاعات الانتاجية التي تحتاجها الجزائر فأعتقد أن بالعكس اليوم أفضل مساحة للاستثمار في الجزائر موجودة إرادة سياسية حماية من الاستراد المفرد إلا في حدود ما تحتاجه الجزائر فهذه كلها مناخ معنوي ملائم يجب أن يرافقوا مناخ مادة للاستثمار متمثل أساسا في المزايا الاقتصادية التي يوفرها قانون مليئ أو يوفرها قانون الاستثمار خاصة إشكالية عقار صناعي إشكالية تحويل الأموال إشكالية منظومة المصرفية التي يجب أن ترافق تلك الاستثمارات المهمة في الجزائر نعم يترح أن نتعاملون ضرورة أيضا تطهير السوق النقدية تطلق عليها أيضا وزير الأول وزير المريض هيد أيمن بن عبد الرحمن لخلق مناخ ملائم لاستقطاب رؤوس الأموال وخلق حركية اقتصادية لماذا عجزنا عن إرساء نظام شفاف وافقا للمعايير العالمية هو أعتقد أن السوق النقدية اليوم الموازية إشكاليتها تركة ثقيلة إشكاليتها فترات سابقة لم تكن هناك إرادة من أجل جذب تلك السوق الموازية التي تعاني منها الدولة لكن في الأخير أي دولة إلا ولديها سوق موازية لا في النقد ولا في السلاع ولا في الخدمات الإشكالين في تعظم تلك السوق اليوم في الجزائر هناك تعظم هناك كتلة نقدية كبيرة جدا موجودة في السوق الموازية استقطابها مرافقتها هو الأساس وليس محاربتها وليس مجابهتها وهذه الإجراءات التي تعتبر مخيفة نوعا ما لا استقطابها معناها يعني عوض أن تكون في وحتى وإن كان في الأخير هي تخلق ثروة تخلق ثروة فردية ولا تخلق ثروة جماعية تخلق دخل فردي ولا تخلق دخل جماعي لأنها لا تتأتى من جبايا ومن ضرائب لكنها تخلق فرد عفوا تخلق دخل فردي للأفراد لكن في الأخير مرافقتها حمايتها تحفيزها بخلال تلك الإجراءات من أجل استقطابها وليما لا تحفيزها من أجل استثمارات مباشرة وليس فقط استقطابها من خلال المصارف ونحن يربط أنه بمجرد إحداث تلك الحركية في مجال الاستثمار في مجال حركة رؤوس الأموال حيث ذلك لحركة تجارية سوف تنخرط وتضمحل وذمن تدخل في الدورة الإنتاجية العادية نعم هذا الذي جعل هذا ذو القصد يعني المنافقة وخلق ثيقة مع تلك في الأخير هم رجال مال وأعمال لما نخلق ثيقة متبادلة معهم وحماية لهم يمكن وقت أنهم يدخلوا آليا وبدون ارتباك يكون هناك دخول آلي في السوق الرسمية وخاصة في ظل تبسيط ضريبة في ظل منطق اقتصادي ضريبي وتسهيلات أيضا مصرفية اللي وجب الآن على المصارف الجزائرية أن ترافق تلك الإصلاحات لأنها سلسلة متكاملة اليوم نتكلم عن إصلاحات ضريبية نتكلم أيضا عن إصلاحات مصرفية إصلاحات جمراكية وغيرها من الإصلاحات المالية الضرورية من أجل مرافقة تلك الكتلة النقدية الموجودة خارج دورة تعتقد أن مشروع قانون مالية نجح في إرسام عالم سياسة صناعية واضحة؟ نعم لأنه رافق كثير من المستثمرين الصناعيين وتسهيل الإجراءات الضريبية لهم من أجل خلق استثمارات جديدة لكن يبقى العائق الكبير بالنسبة للصناعيين هو إشكالية الاستثمار قانون الاستثمار الذي يمكن أن يحفز أكثر رجال المال والعمال على الولوج إلى الصناعات التي تحتاجها الجزائر وخاصة صناعات غذائية والنسجية بما يخلق فروع الأقل متوقع للبلاد وخاصة أيضا إشكالية العقار الصناعي بالجزائر نتمنى بعد صدور قانون الاستثمار لا يعود هناك مجال الحديث عن كوابح لتعطيل الاستثمار بالفعل لأن اليوم إجراءات استثمار ضرورية جداً مرافقات رجال المال والأعمال شكراً جزيلاً لك الدكتور أحمد سوهلي المحلل الاقتصادي على كل هذه الإفادات القيمة شكراً شكراً لكم شكراً مستمعين على اللقاء شكراً لكم